رمضانكم كريم صلاتكم مقبولة دعاؤكم مستجاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة الكرام وحلقة جديدة من برنامج حلو الكلام هذه الحلقة سوف تكون بعنوان الإنسان والسلطة والسلطة التي أقصدها هنا ليست السلطة السياسية وحسب يعني ليست السلطة السياسية فقط بل كل أنواع السلطة فالمال سلطة والعلم سلطة والشهادة سلطة والجاه سلطة والإنسان منذ أن خلقه الله سبحان هو تعالى يبحث عن السلطة يريد أن تكون له سلطة سلطة على من حوله سلطة على الجميع سلطة في البيت سلطة في العمل سلطة في الدائرة سلطة في المدرسة وإذا ما أحسن الإنسان استخدام السلطة فوراء ذلك الشر والحقد والضغينة والكراهية ومن هنا أكد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم على أن كل إنسان مسؤول كل إنسان مسؤول هو بمثابة الراعي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي والمسؤولية ليست سهلة فالإنسان قد يحتاج لكي يوطط سلطته إلى القول وقد يحتاج إلى الكلمة والكلمة الطيبة صدقة وعلى المسؤول أو الراعي أن يستخدم الكلمة الطيبة للوصول إلى قلب من يسوسهم فالأب لكي ينعم بالسلطة لا بد له أن يبذل المال والجهد لا بد أن يبذل عمره من أجل أولاده وأن يقدمهم على نفسه وأن يرعاهم والأم لكي تكون قريبة إلى قلوب أبنائها وبناتها لا بد أن تعمل وتبذل الجهد من أجل أن تفهم نفسيات وعقليات أولادها بنينا كانوا أم بنات وهكذا ولكن قد تتوافر أو قد تصل السلطة إلى أناس لا يحسنون استخدامها فيتضرر من حولهم ورب سائل لماذا إذن يتشبث الإنسان دائما بالسلطة؟ فأقول أن في طبيعة الإنسان شيئا دفينا يجعله يطلب العلو على غيره وقد يتحقق له ذلك بمحف الصدفة أو لسوء الأقدار أو عن طريق الحبوض أو بأي طريقة من الطرق وإن كانت الحكمة تقول ضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب لكن لكن غالبا ما لا يحدث هذا إذ كثير ما يحدث أن يتولى السلطة إنسان يرى فيها يعني يرى في السلطة غاية وهدف بينما السلطة أداة ووسيلة تساعد الإنسان على تحقيق الأهداف والمبادئ والمثل السامية هناك مسألة مهمة أريد أن أذكر بها مسألة لا بد أن تأخذ بالحسبان وهي أنك ترى إنسانا لطيفا ودودا محبا للآخرين وهذه شاهدتها بعيني وخبرتها وعرفتها ترى إنسانا لطيفا ودودا محبا للآخرين ولكن ما أن يتسلم السلطة حتى ينقلب إلى إنسان مؤذن وإنسان لا يعرف إلا نفسه وللأسف فإنه يعود إلى طبيعته الأولى عندما يعزل من منصبه السلطة مغرية والسلطة ساحرة وعلى الإنسان الكيس أن يعرف كيف يجعلها وسيلة يخدم من خلالها نفسه وإخوانه وبني قومه ومجتمعه ووطنه دعوة مخلصة لكل من يتسلم السلطة ونحن في هذه الأيام الشريفة من شهر رمضان شهر الكرم شهر الشجاعة شهر القرآن الكريم شهر المحبة دعوة مخلصة لكل من يتسلم سلطة أن يتق الله في من هم تحت إمرته وأن يسوسهم بما أمر الله فيرعاهم كأنهم أهل بيته ويحن عليهم ويحبهم ويحميهم وفوق هذا وذاك أن يكون لهم مرشداً ومعلماً وقدوةً شكراً لإصغائكم وإلى حلقة أخرى من برنامج حلو الكلام شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة